في آخر مستجدات الوضع المني في العاصمة طرابلوس أفدت مصادر الحدث بتوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلوس فيما كشفت مصادر الحدث أن قوة الردع التابعة لحكومة دبيبة تسيطر على مقرات قوة النواصي التابعة لحكومة باشاغة في طرابلوس وتم تداول فيديو لما قيل إنه انسحاب فصائل مسلحة تابعة لباشاغة من طرابلوس فيما نفت مصادر من حكومة باشاغة انسحاب فصائل موالية لها من طرابلوس مصادر أخرى نفت للحدث دخول أي فصائل مسلحة تابعة لباشاغا إلى طرابلس هذا وأكد مصدر في حكومة دبيبة استهداف قوات موالية لباشاغا عبر طائرات مسيرة بدورها كشفت الصحة الليبية عن ارتفاع حصيلة مواجهة طرابلس إلى 23 قتيلا و140 جريحا كما دع السفير الأمريكي في ليبيا لفتح ممرات إنسانية في طرابلس لإجلاء الضحايا والمدنيين العالقين في مرمن ميران شكرا